يدشن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز غادن المرحلة الأولى من مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة وذلك في المنطقة الشرقية ويضم المشروع خمسة مناطق محورية المنطقة الصناعية والميناء الجاف ومنطقة الأعمال ومنطقة التدريب بالإضافة للمنطقة السكنية والتجارية حيث تتولى شركة أرامكو تطوير البنية التحتية للمدينة وتشغيلها وإدارتها وصيانتها بالشراكة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن